المتابعين الكرام في الأردن أصعد الله مساءكم بكل الخير لكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة هذه الليلة يتوقع أن يكون التقص باردا نسبيا وجلعان في أغلب المناطق وتتكاثر تدريجيا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار وذلك بدءا من المنطقة الجنوبية وحيدا في مدينة العقبة هذه الأمطار مع مرور ساعات الليل وخاصة بعد المنتصف الليل لا يستمع أن تصبح غزيرة ومرفقة مع تساقط زخات من البرد كما من المتوقع أيضا أن تكون هذه الأمطار غزيرة بما يكفي لجريان الأودية وتشكل السيول التي قد تكون جارفة في بعض المناطق الجنوبية مع ساعات الفجر تمتد بعض الزخات الرعدية بشكل منتظم أكثر إلى المناطق الشرقية والوسطى من المملكة وتعوم الأمطار تلك المنطقة الجنوبية بشكل عام أما في العاصمة عمان هذه الليلة فالأجواء تكون بشكل عام ملبدة بالسحب وغائمة جزئين درش حارة الصغرى 10 درجات المموية هناك فرصة لأن نرى بعض الزخات الرعدية في العاصمة عمان ولكن مع ساعة متأخرة من الليل ولكن الفرصة الأساسية هي المنطقة الجنوبية نهار يوم غد الخميس يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة تعتبر قوية من عدم الاستقرار الجوي التقس يكون بارد ولكن خفات أدارات حارة لكنه الخفات قليل يبقي درجات الحارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بالرغم من وجود هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي التقس يكون كما ذكرت بارد نسبيا ملبدا بالسحب والغيوم الركامية الرعدية التي تتسبب بهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية بشكل عام في المملكة هذه الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى في ساعات معينة في أوقات معينة النهار قد تكون غزيرة ومنفقة بتساقط زخات البرد في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة بشكل قد يكون كافي لحدوث وجريان الأودية والشعاب بشكل كبير أو حتى تشكل السيول الجارفة أحيانا ولا يمكن تحديد طبعا بالضبط هذه المناطق لكن بشكل عام المملكة كلها تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ولكن مع ساعات ما بعد العصر يتوقع أن تتركز هذه الأمطار الرعدية بشكل كثيف وغزير في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة ولا يستبعد مع ساعات مساء غدا أن تخطو الأمطار شديد الغزارة أحيانا في المنطقة الشرقية وتؤدي تشكل سيول قوية جدا في تلك المناطق سيمة مناطق البادية الشرقية من المملكة الآن نصارت معكم درجات حرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الخميس على الجمعة سنبدأ ذلك من المنطقة الشمالية تحديدا في إربد 18-9 عجلون 17-8 جراش 19-8 وفي المطرق من 18-8 درجات مئوية في وسط المملكة عمان 16-8 معدبة 17-8 بحرمية 25-15 الصلد 16-8 وفي الزرقاء 19-10 درجات مئوية جنوبا في الكرك 15-10 الطفيلة 14-7 الشراء 13-4 وفي العقبة 24-14 وفي معام من 17-7 درجات مئوية شرقا تكون في روشد 14-9 في الصفاوي 15-7 وفي الأزراج تقريبا حوالي 18-7 درجات مئوية توسياتها ما مشأن الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة ضرورة الحذر الشديد بالعدم أو بعدم التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة جراء ارتفاع احتمالي تشكل سيول جارفة وأحيانا جريان كبير لتلك الأودية والشعاب الأمر الآخر هو الانتباه أثناء القيادة إما بسبب الغبار الذي ينتج عن الرياح النشطة متوقعة هذه الليلة أو حتى نهار يوم غد أو بسبب الضواب في ساعات ليلة الخميسة على الجمعة فوق قيمة المرتفعات الجبلية الأمر الثالث هو الانتباه من شدة العواصف الرعدية والاحتمال في داخل المباني عند حدود السواعق الرعدية هذا كان كل ما ذينا بشأن الأحوال الجوية في أملكة دمتم دائما بخير إلى اللقاء